احنا النهاردة في شهر سبعة وخليني اقول كده 15 سبعة انتصف شهر يوليو وليس الجو جميل بالمناسبة لكن مش بس الجو اللي لطيف جدا في الايام دي لكن الظواهر الفلكية مختلفة جدا مثلا يعني من يومين اللي متابع القمر البرتقاني لو فاكرين قمر كان ضخم جدا واللي كان فينا مسافر او في مكان السامة صافية شاف القمر شكله مميز جدا لكن كمان الشهر ده او النهار ده الساعة تسعة حصل الظاهرة مهمة جدا وهي اقتران الامر مع كوكب زحل قريبين من بعض وهيفضل الاقتران ده واضح زي ما في الصورة كده لحد بكرة فالحقوا طلعوا في البلكونات بصوا من الشبابيك بصوا للسماء استمتعوا بحاجة حلوة كده هيحصل عفوا مش النهار ده يوم 19 يوليو هيكون في ظاهرة اقتران القمر والمشترى دكتور جاد القادي رئيس معهد البحوث الفلكية مساء الخير على حضرتك مساء الخير فاني مع حريك كل المشاهدين وكل سنوح حريك طيبين جميعا دكتور جاد هو الامر بيقترن بكم كوكب ده يا بقر في التفاصيل الخبر ده مرة زحل مرة المشترى احكي لنا تفصيلة ظاهرة بني فعل احنا عندنا عدد من الاغفرانات الشهردة وطبعا احنا يمكن من الحاجات الكويسة ان احنا في الصيف والسماء صفية مفيش غيوم مفيش صحف زي الشتاء وطبعا نفس بقى مفيش مدارس مفيش جامعات فما فيش تلوث شوية لا لا مش يعني ظروف تلوث حاجة تانية لكن الناس عندها وقت استمتع اكتر بمشاهدة السماء ويعني اخذا في الاعتبار ان كان بقالنا كم يوم كده عندنا زخم اعلان جين سويت والصور اللي جات واعلان الرئيس الامريكي على الصور دي معناها ان حاجة مهمة جدا واحنا بالفعل برضو يعني من جانبنا وضحنا بعض الحاجات الفنائية المطلوب ان الناس تستمتع فعلا بالظواهر دي هي ملاحش اي اضرار ولا اثار سلبية ولا علامات ان نهاية الكور ولا الرعب اللي بيقعد قوله لده ولا الرعب اللي نزلها بظواهر طبيعية في نطاقها الطبيعي نتيجة دوران الاجرام دي في مداراتها الطبيعية امام الشمس ضمن المجموعة الشمسية ايه اهم الايام اللي جاي يا دكتور بالضبط احنا النهاردة زي ما حالك تفضلت فيه اختران للامر مع زحل يوم تسعتاشر ايبقى الامر مع المشترة يوم واحد وعشرين الامر والمريخ يوم تاتة وعشرين اه الامر مع الحجر النجمي للصورية اللي هم الاخوات السابعة اه ستة وعشرين الامر مع الزهرة وكل دي حاجات ممكن لشوفها اه تسعة وعشرين امر مع طريق كل دي هكتشاف بالعين الله اه معظمها يعني من وقت ساعة تمانية وتسعة كده بالليل وبتستمر لحد غروب الاجرام دية اللي هي بيكون قبل شروق الشمس بالنسبة بسيطة والاقتران ده بالمناسبة يعني هو اقتران ظاهير طبعا انه كل جرم من دوت اذا كان الامر او الكواكب المذكورة اه كلهم في مداراتهم اللي يبعيدة الاف الكيلومترات عن الاخرى لكن ظهريا بنشوفهم اه قريبين من بعض في حالة اقتران وهيجي ايام هنلاقي معظم الحاجات دي قريبين من بعضهم اللي معاه تلسكوب يقدر يرسل بيه تلسكوب صغير او كاميرا معظمة يقدر يعني يشوفهم قريبين من بعضهم مش مقتررين مع بعض لكن قريبين الى حد ما من بعض انا بشكرك يا دكتور ونتمنى كمان انه معهد البحوث يطلع لنا صور كتير بالتأكيد انتم كمان يكون عندكم محتوى افضل دكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية دكتور جاد واه بتكلم كده فكرني بانه بناتي بصراحة علموني اللعبة اللعبة الستارجيزنج او نطلع نتفرج على النجوم ونقض بالبطاطين ونأكل بوبكورن ونقض نتفرج هم بيحبوا ده فاللي عنده اطفال صغيرين هيفهم قصدي لانه دي حاجة على قد ما هي تعليمية وعلم والمهتمين بس والمتخصصين اللي يفهموا تفاصيلها قد ما هي فكرة لذيذة جدا لتقضية وقت حلو مع الاطفال فعندنا ايام طويلة 19, 21, 23, 26, 29 ظواهر كونية حلوة تفصلنا كده علينا نرفع عينينا الفوق